السؤال ربما الذي يطرح بشدة على الساحة كيف جاء الرد إيجابيا من قبل حزب الله ولماذا الآن القرار على ما يبدو تخذ في طهران ليس في لبنان صحيفة نيورك تايمز نقلت عن مصادر إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أن كبير مستشاري المرشد الإيراني علي لارجاني نقل رسائل إلى حزب الله من المرشد تفيد بأنه يدعم إنهاء الحرب مع إسرائيل وأضافت المصادر أن الرسائل أكدت أيضا لحزب الله أن إيران ستواصل دعمها ومساعدتها للحزب في إعادة بناء قوته والتعافي من هذه الحرب فهل يعني بأن قرار السلم والحرب في لبنان هو قرار إيراني صرف من بيروت الأكاديمي والبحث في العلاقات الدولية الأستاذ علي شكر ينضم إلينا أستاذ علي برأيك اليوم ما التغير هل فعليا القرار التخذ في إيران فيما يتعلق من وفقة حزب الله على الطرح الأمريكي تحياتي في البداية لك لجميع المشاهدين أعتقد بأننا إذا ما نظرنا إلى الإطار العام لمسألة الأوراق التي قدمت على مستوى محاولة وقف إطلاق النار الموقف الذي قدمته المقاومة على لسان أمينها العام الحالي وقبل أن يكون أمين عام كانت مرتبطة بوقف إطلاق النار ومن ثم منقشت كل التفاصيل في مراحل لاحقة وهو أوكل هذا الأمر إلى الرئيس نبيه بري ووصفه بأنه الأخ الأكبر بمعنى كل التفاصيل المرتبطة مما بعد وقف إطلاق النار هو ذهب باتجاه السلطة السياسية اللبنانية وكان هناك لقاءات على مستوى رئيس الحكومة رئيس مجلس النواب وأيضا قيادات لبنانية أخرى لمسألة معالجة المراحل التالية لذلك أعتقد بأن الموقف الذي قدمه الحزب في هذا الإطار لم يتغير اليوم الآن لا مع زيارة مستشار المرشد الأعلى ولا في السابق مع زيارات الأخرى التي وردت لأن هذا الموقف الذي هو الآن مطروح في سياق هذه الورقة هو نفسه الموقف الذي عبرت عنه المقاومة في المراحل السابقة وأعلنه الحزب بشكل واضح وعلني ولا يزال يسير على نفس الوتيرة لذلك انطلاقا من كل المعطيات التي يتم الحديث عنها الآن ليس هناك أي إجراءات أو مواقف مختلفة للحزب وبالتالي هذا يعني بأن ما قرره الحزب في السابق لا يزال مستمر عليه تبقى العبرة الآن في تفاصيل هذه الورقة أو المسودة التي حتى اللحظة يتم الحديث عن تسريبات حولها ولكن ليس هناك أي موقف علني وواضح من قبل السلطات الرسمية اللبنانية أو المقاومة في لبنان فيما يتعلق بطبيعة البنود وما تمت الموافقة عليه وما هو قيد النقاش لذلك أعتقد بأن كل هذا الحديث المرتبط بهذه المسودة وحتى بفكرة وقف إطلاق النار في هذه الظروف أنا شخصيا لا أعتقد بأن المرحلة الراهنة هي مرحلة تستدعي وقف إطلاق النار بمعنى أنه دائما في الحروب نستنتج أو ننتظر أن يكون هناك نوع من الاستثمار السياسي الأسئلة المطروحة الآن من سيستثمر أمريكيا إدارة بايدن المتهية أم إدارة ترامب التي لم تستلم بعد على المستوى الإسرائيلي لم يتغير أي شيء في الميدان وبالتالي ما الدافع لإسرائيل للذهاب باتجاه وقف إطلاق النار على مستوى أيضا الميدان في لبنان والمقاومة لم يتغير أي شيء منذ نحو شهر وبالتالي مقارنة مع الطرح الذي كان موجود قبل الانتخابات الأمريكية لا تزال المعطيات هي نفسها فالسؤال ما الدافع اليوم لذهاب بهذا الاتجاه ولكن قبل أن نفصل بالاستثمار السياسي أكان في الولايات المتحدة إسرائيل أو لبنان ينقى الأستاذ علي عن حتى رئيس مجلس النواب يقول أنه أكثر من 50% هناك احتمال للتوصل هذا الحديث كان منذ ثلاثة أيام يعني ينقى الموافقة ضمنية علنية غير رسمية حتى من حزب الله ألا تعتبر اليوم أنه فعليا حزب الله يريد وقف اطلاق النار؟ الحزب يريد وقف اطلاق النار ليس اليوم هو منذ مرحلة ما قبل حتى استهداف القيادات كان موقف الحزب المرتبط بوقف اطلاق النار قائم واستمر أيضا بعد الاغتيالات وعبر عنه الأمين العام الحالي في أكثر من محطة الحزب مع وقف اطلاق النار وبالتالي مسألة ما بعد وقف اطلاق النار ترتبط بتطبيق القرار 1701 ولكن الشروط الإسرائيلية التي قدمت في سياق القرار 1701 سواء من قبل الورقة الأمريكية السابقة التي آت بها هوكستين أو الورقة المسودة المقدمة اليوم لا تزال فيها الكثير من القضايا التي لا يمكن ليس فقط لحزب الله أن لا يوافق عليها حتى للسلطات الرسمية اللبنانية والقيادات اللبنانية السياسية بمختلف مشاربها يعني مسألة السيادة وانتقاص السيادة وأعطاء أي هامش للإسرائيل بالتدخل سواء كان عسكريا أو بأمور أخرى هذا الأمر غير مقبول ولا على أي مستوى في لبنان لذلك المسودة إذا كانت فيها أي مؤشرات لأي هامش للإسرائيلي في هذا السياق أعتقد بأنها لن تكون مقبولة رئيس مجلس النواب بطبيعة الحال يقدم هذا الطرح انتلاق من أن هناك هدف إسرائيلي أو أحد الأهداف الإسرائيلية في هذا السياق هو أن إسرائيل قدمت مقترح لوقف اطلاق النار وهي تقدمه للدخل الإسرائيلي بمعنى محاولة إعادة مستوطيني الشمال ومحاولة الإفراج عن الأسرة ولكن هي تريد أن ترمي الكرة في ملعب الجانب اللبناني بمعنى أن لبنان لم يوافق على هذه الطروحات لذلك الرئيس بيري أعتقد بأنه يرد على هذه الناحية بهذا النوع من الإيجابية والحديث عن 50% أو أكثر من القضايا ولكن تبقى العبرة في التفاصيل المرتبطة بحماية سيادة لبنان والضمانات الدولية أعتقد إذا ما تم التواصل إلى نوع من هذه السياقات التي هي حتى الآن لا تزال غير واضحة المعالم ربما يمكن الحديث عن إمكانية الوصول إلى اتفاق ولكن أيضا بالإطار العام كما تحدثنا من الواضح بأنه ليس هناك اليوم أي مؤشرات على أي مستوى من المستويات بإمكانية الوصول إلى اتفاق والاستفادة منه في المراحل التالية نتحدث بالمعنى السياسي والاستثمار السياسي لكل الأطراف عمليا لماذا أستاذ علي أنت مصر على هذه النقطة لأنه حتى من إدارة الرئيس المنتخب قيل بأنه أعطى الضوء الأخضر لهوكستين للاستكمال بالدفع للتواصل إلى حل في لبنان ومع الجانب الإسرائيلي أيضا نقل أنه قال يريد إنهاء الموضوع في الجبهة الجنوبية قبل عودته إلى البيت الأبيض ألا يشكل هذا الضغط على الجانبين نعم أعتقد بأننا فيما يتعلق بالمواقف الأمريكية التي شاهدناها منذ بداية هذه الحرب حتى الآن لم يكن هناك نوع من الارتباط بينما تعلنه أمريكا بشكل رسمي وبينما يجري على الأرض بمعنى أن الإدارة الأمريكية بكل المحطات التي كانت مرتبطة بهذه الحرب كانت تعلن بأنها تسعى وتضغط وما إلى ذلك وفي الوقت عيني تقدم كل الدعم لإسرائيل بمعنى الدعم المالي واللوجستي والسياسي وحتى الميداني في الكثير من الأحيان لذلك أنا شخصيا لا أعول على الموقف الأمريكي المعلن أعتقد بأن اليوم في حال تم الاتفاق يحتاج إلى دور أمريكي ورعاية أمريكية لماذا ترامب اليوم سيعطي الديمقراطيين حق تحقيق هذا الإنجاز في حين أنه يمكنه أن يأتي إلى البيت الأبيض ويكون أول إنجازاته هو عملية وقف إطلاق النار برعايته أيضا على المستوى المرتبط بالإدارة الأمريكية أعتقد بأن هناك هامش من الوقت الضائع الذي تلعب فيه الحكومة الإسرائيلية في هذه المرحلة لذلك أعتقد بأن كل هذه الخطوات انطلاقة من المعطيات المرتبطة دائما بمسألة التفاوض ومحاولة الوصول إلى نتائج في هذا التفاوض تعطي أي طرف من الأطراف نوع من المكاسب في هذه اللحظات التي تعتبر مرحلة من الوقت الضائع لا أعتقد بأن هناك أي هامش فعلي هو ليس نوع من عدم الإيجابية أو التشاؤم ولكن وفق المعطيات التحليلية الموجودة بين أيدينا لم يتغير مرحلة قبل الانتخابات حتى الآن كان بالإمكان استثمار هذا الأمر على مستوى الإسرائيلي بابتزاز أمريكا والحصول على مكاسب وأيضا أمريكا كانت تقدم إدارة بايدن قبل الانتخابات هذا الإنجاز وتستفيد منه في الانتخابات لم يحصل ذلك السؤال الآن لماذا يحصل هذا الأمر في ظل عدم استفادة أي طرف من الأطراف من الوصول إلى اتفاق في هذه المرحلة لا تستفيد إيران من الوصول إلى اتفاق بهذه المرحلة أستاذ علي برأيك إيران ليست صاحب القرار في هذا الأمر نحن نتحدث عن أن وقف إطلاق النار يتطلب قرارا أمريكيا إسرائيليا بالدرجة الأولى هذا القرار على المستوى الأمريكي والإسرائيلي أنا شخصيا لا أعتقد بأنه موجود بشكل جدي إيران ليس لديها مشكلة في حال وصل الأمر إلى وقف إطلاق النار هي قد تكون مستفيدة في المراحل التالية خاصة أن هناك حراك إيراني إيجابي في المنطقة أو حتى على المستويات السياسية المختلفة ولكن نعود إلى النقطة الأساسية من يقرر وقف إطلاق النار؟ إيران هي التي تقرر بطبيعة الحال ليست هي المقرر لأنها إذا قررت واستمرت إسرائيل لن يحصل أي شيء على هذا المستوى فقرار وقف إطلاق النار ليس بيد إيران هي أحد ربما الأطراف التي تسهم في الوقف نعم ولكن ليست المقرر الوحيد ولكن اليوم في حال كان هناك موافقة من إيران ألا تعتقد أنها ستكون مصحوبة ببعض التنازلات التي يمكن أن يرضى بها الحزب الله الآن؟ نعم هذا هو السؤال الذي ندور حوله إذا كان هناك نوع من التنازلات على سبيل الفرضية من قبل إيران وهذا انعكس على موقف الحزب كيف سيستثمر ذلك في السياسة؟ يعني الآن إيران إذا ذهبت بهذا الاتجاه إدارة بايدن هي الموجودة في السلطة ماذا ستقدم لإيران؟ لن تستطيع أن تقدم لها شيء لأن ترامب هو الذي سيقرر في المشهد المستقبلي للمنطقة ولتعطيه مع الملف الإيراني وملف وحدة الساحات وملف حركات المقاومة وملف هذه الحرب والملف الإسرائيلي المتعلق بإعادة يعني ترتيب وضع الكيان ودوره في المحيط وفي الأقليل ترجمة نانسي قنقر